اذا بتفكروا النجاح بالعمل لازم تكونوا مهنيين لكن ايش يعني تكون مهني كيف ممكن نتحقق هالنجاح من خلال مهنيتك العالية رح نتعرف على هالأشياء هاي وأكتر مع ضيفي في الستوديو الخبير الدولي في تطوير الذات الدكتور معن قطمين أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك مرحبا يعني موضوع الحديث عن المهنية موضوع كبير ويمكن بتشعب بكتير أمور وفي أشخاص ما بتدرك معنى المهنية ومفهومها فحب أعرف منك أكتر عن المهنية ومفهومها أولا صباح الخير رندا صباح النور بنعتزل فيك دائما الله يساعدك وصباح الخير لكل اللي بشاهدونا المهنية هي مشكلتنا اليوم أنا بعتقد هي مشكلة رئيسية في كل المنطقة المحيطة فينا سواء كانت عربية أو غير عربية كل مهنة في العالم إلها أصول صحيح المهنية هي الالتزام بالأصول لذلك نحن نقول مهنية هاي هي مختصر مفهوم أنك تلتزم بالأصول أصول المهنة يعني إذا كنت أنت طبيب ففي أصول لمهنة الطبيب فبدأك تلتزم بأصولها إذا فيه إذا أنت مهندس فيه إذا أنت مدير إذا أنت إعلامي إذا أنت إيش ما كنت فيه أصول للمهنة مين بيحدد هالأصول الأصول تتحدد مع الزمن من خلال يعني المؤسسات والجمعيات مثل خلنا نأخذ مثلا الطب مهنة الطب مهنة الطب أصولها من أيام أبو قراط مظبوط لما حلف يمين وفيه يمين الواحد بيحلفه بيقولك أنا ملتزم في المعايير واحد اثنين ثلاثة أربع لما يجي للأشخاص اللي حاولين لابنشاهدهم كل يوم سائق مراسل موظف مبيعات موظف خدمة عملاء مدير موظف آي تي مبرمج ديزاينر كل واحد إله تعتبر مهنة هاي المهنة إلى أصول فيه أصول تقنية وفيه أصول غير تقنية يعني اللي بصميها احنا صوفت سكلز كنا نحكي قبل شوي مع رندا عزر مختصة في الصوفت سكلز فهاي صوفت سكلز يعني مهارات الكل لابد يتمتع فيها ننسى موضوع التقنية اليوم مش راح نتكلم عنه يعني إذا أنت ديزاينر مصمم أو أنت مصور فأنا ما بنقشك في مهنتك بس فيه أمور أخرى حول المهنة يعني ما نركز على الأشي اللي فيها موهبة يعني أو مش موهبة فيها تقنية تقنية أكتر بدنا نركز على الأشياء اللي ممكن نتعلمها ممكن أن نمارسها فهذا الشي بيدلني ووصلني لسؤال أنه هل هي المهنية ممكن تكون مهارة مكتسبة أو ممكن نتعلمها هي لازم نتعلمها كلنا نولد مش مهنيين نولد أطفال ما لها إنا أي معلومة مع الزمن منصير نكتسب مجموعة المهارات الشخصية بعدين بنروح بندرس بعدين بنبدأ نعمل في بيئة عمل بعد شوي بصير فيه أنه واحد تطلع لي بيقول هذا مهني واحد ثاني بيقول هذا عنده مشكلة بدون ما يعني شخص عادي مجرد من أي معرفة لهو مدرس ولا هو مدرب ولا هو مختص بقدر أنه يدخل على مطعم ويقول لك هذا القرسون مهني وهذا القرسون غير مهني وانت أكيد الآن يمكن يجي ما هي اللي نفسي أعرفه شو صفات المهني يعني شو هو الشخص كيف أنا بقدر أعرف أنه هذا الشخص مهني بعمله وهذا شخص ما بقدر أقيمه أنه مش مهني مية في المية شو تتوقعي انت لو كنت مكانه تعملي انت لما تدخل على مكان أفرض على دائرة حكومية نعم وتقولي صباح الخيرة للموظف وما يرد عليك تعشي شعوري أنه هذا الشخص مهني ولا غير مهني طبعا أكيد مش مهني مش مهني مش أخلاقي بالضبط إذن هاي مبادئ إذا وجدت الشخص هذا على التليفون وقاعد بحكي مع خطيبته ومكيف طبعا خليه كيف بس هو أنت أولى من خطيبك طبعا أنا المفروض أنه جاي براجع لشغله وماخد من وقت إذن هو غير مهني طبعا إذا أخذ منك المعاملة وبدأ يتفقد فيها ويطلع لك مشاكل بينما هو وظيفته يحل المشاكل إذن مهني ولا غير مهني غير مهني إذا روحتي على مديره تشتكي عليه ومديره وقال لك أقعدي وتفضلي وما أحلك مشكلتك صحيح المدير كمان مش مهني يعني أنا أعطيكي مثال على المهنية أنا مرة طالع على بريطانيا مشان أعمل اجتماع مع رئيس جامعة قبل حوالي 7-8 سنوات حاولت ألتقي مع هذا الشخص فيه موضوع مهم جدا في البزنس بدنا أشتغل فيه كنت أشتغل في جامعة دبي فلازم كنت نائب الرئيس فلازم يصير فيه هذا الاجتماع بحكي مع مديرة مكتبه بتقول لي مشغول شهرين قلتها مش معقول شهرين يعني إلا تلاقي طريقة من كثر ما نقيت عليها قلت لي فيه عنده 10 دقائق بعد أسبوعين ومتستغلت هال 10 دقائق قلت بطلع على بريطانيا 10 دقائق ورحت لبريطانيا وفعلا لتقيت أنه يا 10 دقائق وقلص الموضوع شفت رئيس جامع عربي بالمقارنية دخلت عنده في موضوع قلت عنده ثلاث ساعات مفروض الميتنج نص ساعة قلت عنده ثلاث ساعات كل ما دق واحد الباب بفوت بقعد بنشرب شاي وبنصولف غير الموضوع اللي أنا جاي فيه هذا مهني ولا مش مهني طبعاً إذن باختصار أي انحراف عن المنطق في أداء العمل هو غير مهني أي التزام هو عبارة عن مهني الآن في ناس بفسروا كلمة professional بيقول لك محترف أو مهني ممكن اثنين أنا بعطيهم الاثنين يعني الاحتراف المهني نعم كل ما انت كنت مهنية أكثر وأصريتي على المهنية كل ما وصلت إلى درجة عالي من الاحتراف في أداء المهنة هو التركيز على المبادئ دكتور يعني هي شغلة المبادئ البرينسبلز أهم شيء ممكن بكل شغلنا إذا المبادئ والأخلاق كانت موجودة هون بتبلش المهنية تكون بعدين بتجي الاحترافية في العمل كاحترافي بأمورها الثانية العملية الممكن تكون كتير حلو طب كيف تفسر دكتور انه شخص يكون ناجح في عمله لكنه غير مهني يعني أنا هاي النقطة كتير بحس فموجودة كتير في مؤسساتنا للأسف انه بتحس شخص كتير يعني ناجح في شغله وفي أحسن لكن بنفس الوقت هو مش مهني كيف؟ هذا بيكون بيعمل في بيئة غير مهنية يعني إذا إنسان بينجح وهو غير مهني في عمله معناته البيئة اللي بعمل فيها غير مهنية وأعطيكي فكرة بعض الأحيان البيئة اللي حولك بتطلب منك تكون غير مهنية نعم أعطيكي مثال هذيك اليوم كنت ملتقي مع شخص كثير يعني فاهمان وهو على مدير بنك قال لي أنا لما أعطي موعد لشخص بحكي لسوكورتيرتي الساعة ثانتين مثلا بعدين بعطي موعد لواحد ثاني الساعة ثانتين وقال له غريء يعني يعني لماذا بتتعطي نفس الموعد الساعة ثانتين هو مهني جدا قال لي لأني عارف واحد فيه ويتأخر مثلا يعني هو عايش بيحاول ضمن البيئة الغير مهنية مضطر يكون غير مهنية هو دارس البيئة اللي حوليه وعارف شو النفسيات اللي موجودة فبقول له طيب افرض الاثنين أجوا نفس الوقت قال لي مهم الناس متعودة فماش راح يكون مشكلة كبيرة انه واحد يشرب قهو ربعس الحد من المشه الثاني او الاثنين يفوتوا مع بعض طيب إذن البيئة بعض الأحيانة بتحكم عليك تكون غير مهنية هاي مشكلة كبيرة بس طبعا انت بدك تحاول قدر الإمكان يعني احنا المهنية بصير في النهاية ثقافة يعني اذا كان فيه ثقافة مهنية اذا بتأخذي مخرج يعني احنا نصبح بالخير على مخرج البرنامج عامر شحوري اللي التقينا فيه أيضا في دبي وكان من المخرجين متميزين واللامعين انا بعتقد انه نفس اداءه في دبي هيجيبه على الاردن انا متأكد تماما بانه قناة مهنية مثل رؤية مش راح تتخلى عن مهنيتها حتى لو كانت في بيئة غير مهنية فالآن هذا بنسميه احنا الليدرشب والريادة الريادة معناتها شو والقيادة انه انت تفرض معاييرك على الآخرين المعايير الجيدة فتلتزم بالأداء المهني شوي شوي ممكن ترتقي بالمهنة يعني انسى من خلال كلامك بقدر اعرف انه القائد القائد المسؤول عن الشركة او المؤسسة معينة اذا كان هو اصلا مهني فهذا شيء تلقائيا بتصير كل الشركة بقدر انه يعملها مهنية اذا كان فيه عناصر بتحاول انها تكون مش مهنية فيك حالة شو دور المؤسسة برأيك اذا انت اذا رئيس المؤسسة والرئيس غالبا بحدد الفيجن بحدد الميشن وبحدد الفاليوز فالقيم المؤسسية منها المهنية نعم يعني هاي اذا اول نقطة اضافة انه بحددها هو بيشجع وبيحفز اللي بيعملوا معه كلهم انهم يحافظوا عليها شو ما يعني يحافظوا عليها يعني القادة في المؤسسة مفروض يكونوا اولا مثال يحتذا في المهنية فما بجوز انت تنهى عن خلق وتأتي بعكسه ما بصير اذا انت كنت مهني في ادائك كقائد وشفت ان المدراء اللي حولك مطلوب منهم واصبحوا مهنيين بتنزل لتحت لهم معديين المؤسسة اللي بدها تتفوق في المجتمع شوي شوي احنا بلاحظ حتى في المجتمع الاردني الآن فين مهنية عالية مقارنة مع مثلا قبل 15 سنة صراحة او سنوات قرارة لانه في منافسة يعني المنافسة الحادة اللي موجودة مثلا في البانكينج في الاتصالات في شغلات كبيرة كل القطاعات في كل القطاعات اصبح تطلب منك تكون مهني يعني انا بروح اما ان تكون او لا تكون اذا ما كنتش مهني اذا مثلا اعطيكي اثر عدم المهنية على المؤسسة فندق بكلف 120 مليون دينار تكلفته تكلفة الانشاء اضافة الى تكاليف مثلا 10 مليون دينار سنوي هي 130 يعني 120 زائل 10 سنوي معناته صار عندي في السنة هاي عندي استثمار كبير بخربه شخص واحد اللي هو وقف على الباب برا اه ممكن ممكن اللي بدخل السيارات بعض الصورة مثلا خاطئة عن الاشخاص اللي بدهمين يعني اذا مثلا دخله صار يستغل في وظيفته وانت مين وشو جاي تسوي انا ممكن اطلع من عنده ارعو فندق تاني اذا فشل مؤسسة كاملة قد يكون بسبب فرد فرد واحد طب هون مسؤولية مين يعني هلأ ما بيقدر هو صاحب العمل مثلا يقدر يكون مراقب على كل فهون مسؤولية مين اذا كنت انا بدي اعين اشخاص اكون ضامن انهم اشخاص مهنيين في عملي ما ينزلوا من مستوى سؤال حلو كثير المسؤولية هي مسؤولية مشتركة اول اشي انا عند التعين لذلك الشركات الكبرى لما تيجي تعين بتعين انت اختبارات خاصة ما لها علاقة في الموضوع واحدة من مشاكل الرئيسية في عدم سيطرة الانسان على ذاته بتأدي فيه الى انه يبطل المهني في لحظات يعني كل ما انت على الصبت كل ما فقط المهني فانا كمؤسس مثلا اديك اليوم في شاب هنا في الاردن بده يتعين في مستشفى فاول عملوله مقابلة فاول ما دخل الميتين قالوا سكر الباب اللي بيقابله بعد ما قاعد قالوا يعني استذقالها قالوا اوكي راح سكر الباب قالوا والله لو تفتحوا لانه صار فيه مشكلة في الغرفة قالوا انا بشتغل عند اللي خلوا فوقي صعب تقولي سكر صعب تقولي افتح هذا ممرض اوكي اذا ما قدر انه يسيطر على غضبه وهذا كان الامتحان اذا هو ضغطه عشان يشوف كيف اذا ما سيطرت على غضبك معناته بتفقد مهنيتك وهو الغضب مشكلة صح من ام الكبائر الغضب من الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا غضبت فاسمت اذا عرف تفقد مهنيتك تفقد كل شيء اذا في التعيين احنا بنبحث عن اشخاص اولا شخصيتهم مستقرة نستطيع ان نختبرهم بحيث يدخلهم مهنيين اثنين التدريب تدريب مهم جدا بالغ الأهمية لانه مهما كان الشخص اللي بيجيبه من الجامعة بيكون حافظ درسه عناصر الماركتينج بس مش فاهم كيف يشتغل مع فريق مش فاهم كيف انه يسيطر على ذاته الشخص اللي المهني بتلاقي الامج تبعه بتطلع عليه بتقولي والله هذا دارب على وحاله فاذا في عندي انا مجموعة من المهارات لابد اني اكسبها هذا الشخص داخل العمل ثلاثة اقول له الرقابة الدور الـ HR يعني انا من حيي كل ما يشتغله في الـ HR طبيعي الـ HR وظيفتهم مش بس انهم يجيب الموظف لا انهم يديروا اداؤه مش راقبوا اداؤه تغير الموضوع من مراقبة الاداء الى ادارة فانحنا الان بندير الاداء من خلال مراقبة الشخص نشوف والله في عنده مشكلة بننبهه مرة بنحكي معاه بنطوره بندربه ما زبط ساعتها مثل ما بحكي المثل بقولك اذا في عندك بوكس او ابل في واحد خربانة خربانة وخلاص حكمت لنا طلع بره يعني هو من الطبيعي انه في عوامل بتساعد على انه الواحد يطور مهنيته اكتر وفي عوامل اخرى بتساعد على انه تخليه زي ما هو او يعني فانا حب اعرف منك اذا فيك تعطينا شوية مصائح للاشخاص اللي حابين يكونوا مهنيين في عملهم تعطينا افكار منك انه كيف نقدر نحاول نبتعد عن الافكار السلبية نبتعد عن العوامل اللي بتخلينا نرجع لورا ونكون اشخاص يعني نقدر نعمل شي ونقدر نكون في شي بالمجتمع ممتاز جدا اول اشي اي شخص مسؤول عن اداء المهني اي شخص فينا مسؤول عن اداء المهني ولا واحد مسؤول عنك انت مسؤول عن نفسك اولا اعرف اصول المهنة يعني انت اللي واحدك ادرس وشوف ما هي اصول هذه المهنة والتزن فيها طول الوقت تحجمع ظروف على فكرة في المؤسسات اللي ببرزوا الاغلب اللي ببرزوا هم الاشخاص اللي يعني مستمر يعني هذا بيعطي فكرة عن اشي مهم جدا وهو الاعتمادية انت في لحظات معينة في عملك لما يكون الوضع صعب جدا بتقولي انا بدي فلان لانك تعتمد علي اه طب انا بدي اقطعك معلش في نقطة هنا دكتور اسماحلي يمكن فيه اشخاص لما بيجوا بشغل جديد بيحاولوا يعطوا كل ما عندهم يفرجوا الادارة انهم اشخاص كتير عمليين ونشيطين بعملهم وكل شيء ويعطوا اكتر ما عندهم لكن بالنهاية بيصفي انه هذا مطلوب منهم اكتر واكتر واكتر هذا حده ما بيقدر يعطي اكتر منه بديحكيلك نقطة شو بدي يعمل الشخص اللي يعني انت مع انه الواحد يدخل على الشغل ويعطي اكتر ما عنده وبعدين يوقف اه بديعطيكي نقطة اوكي انتو حبين تنبسطوا اه طبعا احنا يعني برنامج صباحي برنامج صباحي بيقولك النقطة هذا واحد من جماعتنا اوكي للي بعرفنا من جماعتنا بيقولوا عنهم يعني بدلعوش النسوان فهذا الجوز واحدة فأول يوم الصوحي راح سوالها فطور ممتاز وجابلها يعتقل قالت له انا بدي اعمل لك الاكل قال لا ابدا انا بأعمل لك فطور عرفت النقطة فالطرح كويس بعدين جاب لها القهوة طب انا اقوم يساعدك في القهوة قال ابدا القهوة انا بجيبلكها طب الشاي يوم كامل قالت له يعني مش معقولها قالها شايف اللي سويته انا كل يوم دك سوي حرفي فاذا بنحكي عن المهنية شوفي ما هو هاي ضعفي الشخصية اللي بنحكي عنه اذا 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 انا دخلت على بيئة وعطيت كل اللي عندي وشفت انه ما حدش عبرني وبطلت اصير مهني انا اللي فشلت مش هم لا ما هو الاستمرار يعني الاستمرار هو في النهاية انت ما بتشتغل مهنيا علشان المدير يفرح منك انت لانه هذا اللي برضي ضميرك ضميرك يعني لما قالوا ما هو الايمان يقول لك الايمان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك في النهاية اذا انا دخلت عشان تنبريس الاخرين وما حدش قطت انبريس شو بصير ام بخسر انا بينما اخذي الحالة الثانية انا دخلت وعملت بمهنية وما احد عبرني وظليت مهني وما احد عبرني وظليت اتطور في ادام المهني وما احد عبرني قريبا جدا رح تيجي مؤسسة ثانية يقولوا والله هذا حسن واحد عندهم الا احد يشوفه الا احد يشوفك لانه انت الوقت اللي بتنفقه في العمل ثمان ساعات عارفوا شما انا ثمان ساعات يوميا ظلك مستمر ويطور في حالك ضرب خمسة اربعين ضرب كم معناته هذا الوقت انا باستمر فيه وانا عارف بانه هيؤتي اكله في لحظة من اللحظات اذا ما اتى اكله بعد بكرة بيجي اللي بعده اذا ما اجي اللي بعده بيجي اللي بعده اذا ما اجي اللي بعده ممكن اوصل لمرحلة انا انه اطلع افتح بزنس خاص فيه لانه احترفت تهل موضوع وبطلت قادر اني يعيش ضمن جو غير مهني لكن انا ارفض تماما انه يسلموا مني مهنيتي معناته انا اتحولت الى يعني شو اللي سكتبت استهلت الى انسان تافه انا بحافظ على مهنيتي رغم عن كل الظروف وبتلاقي في اصعب واحلك اللحظات يفتقد مين البدرو سيفقدنوا قومي اذا جد جدوهم وفي الليلة الظلمائي يفتقدوا البدرو خذي عنت ربني شداد مزبوط يعني بيقول لك انا بتحتاجوني لما بتجيبوني لما تحتاجوني فاذا انت لانه كان ما كان يقول والله انا لانه حربت وما سووا فيه بلاوي ما لك ابن ابو عبلا هلكوا وفي النهاية ما تخلى عن رجولته ما تخلى عن فروسيته ما تخلى عن شهمته بالعكس طل المستمر اصبح لحد اليوم احنا نذكره فاذا الاستمرار في جو غير مهني بالمهنية هي فرصة اليك على فكرة وجودك في جو غير مهني فرصة للمهني يعين عليك كلام جواهر الحقيقة ولا يمل بصراحة لانه موضوع كتير حلو ممكن كتير اشخاص حابين ياخدوا هيك جرعات من كلامك ونصائحة الحلوة دكتور معن بدنا نشكر وجودك انا عادة انك جاي من دبي خصيصا لبرنامج دنيا دنيا وبدأ اشكر حضورك معنا اهلا وسهلا فيك معنا شكرا قطمي الاخصائفي الذكاء العاطفي وايضا تطوير الذات اهلا وسهلا اهلا بك اهلا وسهلا